اشتركوا في القناة واحد الآن عمره أربعين عام أربعين عام دايركو بعد كم يوم بعد كم لحظة حقيقة أمان ماكو وإذا به يسقط في تلك الحفرة ثم أماته فأقبر حتى إذا واحد إحنا جد الآن مضى من أعمار ما نعيش بعد إذا رحتوا إلى مشهد ثلاثة يام تردون تبقون يوم منها مضى يوم ينباقي ما باقي شيء شوفون دا تنتهي المد إحنا جد مضى من أعمارنا إذا واحد الآن عمره أربعين عام المطول كنا نقرأ أشابل صغيرة وأفن الكبيرة مر الغدات وكر العشي أربعين عام عشنا جد نعيش بعد أربعين عام بعد نصف عمرنا منتهي تتوقعون نتعيشون مئة وعشرين عام ثلث العمر منتهي ما باقي شيء إذا واحد ثلث عمره انتهى يعني ما بقي له شيء إذا واحد نصف عمره انتهى يعني ما بقي له شيء واحد أحيانا يلاحظ الفترات التاريخية الماضية يذكرها أيام طفولته أيام شبابه أيام كهولته من الثلاثين أو من الثالثة والثلاثين في هاي الحدود تبدأ مرحلة الكهول الله تعالى يقول وكهلا في المسيح ابن مري الآن أغلب الحاضرين لعله كهول وصلوا إلى مرحلة الكهول أو عبروها في جامع المقدمات كنا نقرأ يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال الموت ما بقي شيء فواحد يظن أن الآخر بعيد وأن الحساب بعيد وأن الموت بعيد هذا عدم إدراك واقعي للأمور ألا إنما الدنيا كمنزل راحل أناخ عشيا وهو بالصبح راحل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر